بعد معارك شرسة تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مديرية باقم شمال غربي صعدة وهي اول مديرية من محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيا تقع في قبضة الجيش الوطني منذ دخول المحافظة على خط المواجهات توسع الجيش الوطني في صعدة وسيطرته على مناطق جديدة حتما سيكون له تأثير كبير على مسار الحرب في اليمن وسيجعل الميليشيا تسحب مقاتليها من بقية المحافظات الى صعدة ذلك ما يراه الخبراء العسكريون في القرب من صعدة وتحديدا في مديرية حيران بمحافظة حجة تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة ان الجيش بمساندة قوات التحالف العربي تمكن ايضا من قطع الخط الدول الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة بعد السيطرة على جميع قراء وادي حيران واضاف المصدر ان قوات الجيش سيطرت على اول مزرعة في مديرية مستبى المجاورة وعليه يبدو بان عمليات الجيش في صعدة وحجة اكثر فاعلية هذه المرة وان الحسم اصبح سانحا اكثر من اي وقت سابق ومع هذا كله يبقى السؤال المتجدد دوما هل ستستمر العمليات العسكرية ويتواصل التقدم ام انها ايام وتهدأ